السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلونا نشوف كيف نعمل انلوك للحساب مالتنا او او انابل طبعا انت في عندك شغلتين في عندك تقدر تعمل ديزايبل الاكاونت وايضا انلوك للاكاونت اذا عملنا راية تكليك برو بورتيز عند بالاكاونت راح ألقي الشي هنا اسمه انلوك اكاونت خلي في بارك نقطة جدا مهمة في فرق كبير بين ديزايبل اكاونت وانلوك اكاونت عفت ديزايبل على طرف الانلوك اكاونت شنو يعني هذا اوقات اليوزر طبعا لما اختاره هنا اكدر اقوله ابلاي اقوله اوكي هذا لما اختاره مرات اليوزر يعني ام تختاره مرات اليوزر يكتب الباسورد اكثر من المرة غلط او يعمل فت مشكلة بالجروب والاسيا وفت شي معين فاليوزر مالتا راح يكون شنو لوكت ينغلق الحساب مالتا لوكت اكاونت راح يظهر له فانت شون تفعله ترجع تفعله مرتلاك تقوله انلوك اكاونت تقوله ابلاي وتقوله اوكي منا من تاب الاكاونت هنا انلوك اكاونت اوكي هذا راح يفتح الحساب مالتا هذا بالنسبة للانلوك الديزايبل شنو هو اوقات لما يجي نصنع يوزر على سبيل مثال انا عملت تيست عيسا تمام اجي هنا انا اقوله شنو ديزايبل اكاونت لاحظ راح يظهر من عنده شنو مثل سهم صغير نازل للأسفل هذا شنو معناته هذا معناته انه هذا الحساب ديزايبل هذا الحساب توقف ليش نعمل هاي الحالة نعمل هاي الحالة لما نجي نعمل مجموعة يوزرية مجموعة يوزرز حسابات على سبيل مثال انا في شركة داهية قالوا لي محمد عدنا قسم الـ HR راح يكون بها اربع شخاص اعملنا حسابات لهم اوكي ماشي كم حاسب انتوا راح يكون عندها مثلا راح يقولك اربع شخاص معنات اربع حاسبات تمام فعني اجي هنا اعمل اربع حسابات وعملهم ديزايبل لسبب بسيط قبل لا اجي اعمل رولاوت لها لازم اشيك مثلا البروسي مالتا خليني نقول الاكاونت مالتا وبعض الخصائص مثلا سيكوريتي وخيره التليفونز وغيره وغيره من اشياء او ميمبر لازم اضيفه للميمبر مالتا الـ HR راح اجي اعمل مثلا اول شي اقول انه اعمل اليوزرز الحسابات الاربعة بعدين اربعاتهم اضيفهم للاكاونت او القروب بعدين اربعاتهم اجي احدد اوقات العمل مثلا والسيكوريتي مالتا مثلا وبعدين اجي اعملهم انابل ويقدرونهم ما يستخدمون الحسابات مالتهم فبهي الشكل تقدر تعمل انت انلوك لحساب اذا في احد انه عمل مشكلة معينة او دخل باسورد اكثر من مرة والويندوز عمل لوك للحساب مالتا وايضا اذا تحب انت تعمل ديزايبل لأي حساب تعمل بهاي الطريقة لان اوصل لنهاية الدرس انجل كما السلام اشتركوا في القناة